اشتركوا في القناة بمناسبة انعقاد الدورة الاولى للاجتماع الوزاري لحوار السياسي العربي الياباني التي نعتبرها خطوة نوعية هامة لترقية العلاقات العربية اليابانية تعكس الاراضة المشتركة التي تحوذنا من اجل ترسيخ التعاون القائم بيننا منذ توقيع مذكر التعاون بين جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية في ستمبر 2013 وتطلع خلال هذا الاجتماع لبرورة رؤية مشاركة ازاء القضايا الاقليمية والدولية فضل عن التطور العلاقاتنا كدول عربية مع اليابان سواء في ايطار جامعة الدول العربية او على المستوى الثنائي ومن هذا المطرق سيداتي سادتي يسعدني ان اسجل بارتياح الاهتمام الذي يليه اليابان للشراكة مع العلام العربي الذي يتطلع بدوره الى الاستفادة من القدرات والطاقات الهائلة الاقتصاد اليابان وخبرته العالية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية التي تتيحها اقتصادات دول العربية ومرافقتها نحو العصرنا لا سيما بفضل التكوين بما يسمح بتثمين الطاقات الهائلة التي تتوفر عليها المنطقة العربية من موارد طبيعية وبشرية كما يحيي التزام اليابان بتقديم مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 6 مليار دولار امريكي للعدم العربي بين عامي 2016 و2018 اسحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة ان الوضع المتزائم في بعض دول المنطقة العربية والذي يشغل دون شك العديد من الشركاء والاصدقاء اجبال ان نؤكد على ضرورة ارساء الحوار السياسي والتشاور المستمر بين المجموعة العربية واليابان ان السمرار معاناة الشعب الفلسطيني يستدلزم من كل الاطراف الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس الامن للامم المتحدة العمل بشكل جدي لإيقاف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني والضغط عليه للحمله على الانسياغ للشرعية الدولية وتطبيق قراراتها وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق بإيقامة دولته المستقلة وعاصمتها القصة الشريف كما الوضع المتأزم سيداتي سادتي التي تمر به بعد الاقتار العربية يحتم علينا التأكيد مجددا على ضرورة مواصلة العمل من اجل ايجاد الحلول السياسية الضرورية لانها استرعات التي تعصف بكيانات بعض الدولة الشقيقة بما يمكنها من الحفال على وحدتها وسياداتها ويسمح لها باشترجاع امنها واستقرارها وفي هذا الصدر سيداتي سادتي اود التأكيد مجددا على موقف بلادي بشأن الوضع في ليبيا القائم للحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية ولا لي ندت به الجزائر منذ بداية الازمة وهو السبيل الوحيد لانهائها في اطار اتفاق سياسي الليبي برعاية الامام المتحدة بما يظمن الحفاظ على سيادة وسلامة ليبيا ووحدة شعبها السيدات والسادة إن الوضع في سوريا يتطلب منا بدوره العمل معا من أجل إيقاف ألاتي الحرب والدمار التي تضرب هذا البلد الشقيق وذلك من خلال تكثيف الجهود لإيجاد حل السياسي سلمي يوني هذه الأزمة ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها كما نجدد سيداتي سادتي التأكيد على ضرورة الاتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وضرورة العمل للتوصل إلى حل سياسي استنادا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مع دعم جهود التي يبدلها المبعوث الخاص الأممي لليمن وفي نفس الوقت أبدت الأزمة المتفاقمة في مناطقنا إلى انتشار آفات الإرهاب وتطرف العنيف بشكل غير مسبوق الأمر الذي يطرحه تحديات متعددة ومعقلة خاصة في ذلك للتطورات والإضطرابات التي نعيشها والتي تتطلب توحيد كافة الجهود في إطار استراتيجية موحدة وشاملة تنتزم بقواعيد الشرعية الدولية وتضمن استئصارها باهرة وتجريف منابعها الفكرية والمالية وكذلك تكافل بكافة الجوانب المتعلقة بها بما فيها مخاطر عودة المقاتلين الأجانب من بؤر الصراعات والأزمات وفي الأخير سيدتي سادتي أملنا أن يفتح هذا الاجتماع أفاقا جديدا في العلقات بين المنطقة العربية واليابان وأن يساهم في تقريب وجهة النظر بشأن العديد من المسائل أشكركم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر